ريمة هي تلك الجبال التي تحتضنها الغيوم والسحاب تصفق لها السماء وتنبذها الأرض بمعنى أنها المنطقة المهمشة ليس فقط اليوم وإنما عبر تاريخ اليمن الوسيط والحديث والمعاصر نتيجة لرفضها للإمامة كانت الإمامة في صنعاء طوال العصور الوسيطة المتأخرة منذ نهاية القرن الثالث الهجري وحتى قيم فورة 16 سبتمبر على خلاف وصراع مع أبناء ريمة سأن كانوا شيوخ قبليين أو قبائل أو سكان لأن هذه المنطقة كانت ترفض التقبل أو تقبل الإمامة والتعايش مع أفكارها قبل أن تكون محافظة قبل أن تصبح محافظة قبل أن تصبح محافظة هي كانت تابعة للحديدة وتعتبر جزء من الحديدة أو تعتبر جبال الحديدة في الحقيقة نعم الجبال الغربية وهي قريبة ثقافيا واجتماعيا من الحديدة يعني تكاد تكون العادات والعلاقات والحتى الألفاظ والتعابير يعني متجانسة مع مناطق الحديدة القريبة منها مثل بيت الفقيه والزبيد والفقهاء الذين كانوا يتعلمون في بيت الفقيه أو في زبيد كانوا يصعدون إلى ريمة أو يأتون إلى ريمة وأبناء ريمة الذين يطمحون في طلب العلم كانوا يتعلمون في زبيد أو في بيت الفقيه وهناك شخصيات برعت يعني مثلا جمال الدين الريمي كان أحد أبرز وأكبر علماء اليمن في عصر الدولة الرسولية نعم يعني كان هو تقريبا مفتي الدولة وهو مرن أبناء ريمة نعم ودرس في زبيد ودرس فيها وأصبح قاضي القضاء وأستاذ المعلمين يعني فهذه هي ريمة تملك الإبداع الجمالي والإبداع البشري ولكنها لم يلتفت لها حتى اللحظة رغم ما تقدمه لليمن من حب يعني ستجد أن أبناء ريمة نزعتهم الوطنية طاغية ليس لديهم الأنانيات الشخصية لأنه أصلا لم يصلوا إلى السلطة بعد أو لم يكن لهم مشروع سياسي وتصبح لديهم عصبة أو عصبية نحو السلطة صحي فنزعتهم الوطنية لا تزال طاغية وهم يشعرون بالدولة ويعيشون مع الدولة أكثر ربما من غيرهم ربما يتساوى مع يعيشون بحب وتضحياء على حد يساوى نعم ويضحون لأنه أكثر التضحيات مثلا لو رأيت الآن أكثر التضحيات في هذه المرحلة مع الدولة وضد الميليشي الحثياء كانت من أبناء ريمة ربما هناك محافظات لكن ريمة لا تساوي يعني ربع هذه المحافظات صحي مثل محافظة تعيز مثلا أو أبناء لكن تضحيات من ريمة كانت عالية جدا أكثر من غيرها نعم من محافظة الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر